اشتركوا في القناة امتلك اسلوب رائع ومميز في تبسيط وتوصيل المعلومات مش بس كده الابتسامة التي لا تفارق وجهها في وجه مرضاه قالوا عنها انها شاطر ولما مريض يقول عن دكتور ان هو شاطر اعرف ان هو مش بس استريح معاه جسديا او مشكلته تحلق لا ده استريح كمان معاه نفسيا حتى في الوسط الطبي كل الاطباء والتمريض اللي اشتغلوا معاها اكدوا انها بتملك الكثير والكثير من المهارات الجراحية وكأنها بتعمل في هذا المجال اكتر من 30 او 40 سنة ده مش وليد الصدفة مش وليد الصدفة ابدا لازم الطبيب يكون حاب التخصص بتاعه عشان يقدر يبدع فيه هي احبت هذا التخصص الدقيق فابدعت فيه وتميزت فيه وكأنها بتبعه برسالة للجميع بتقول مش عشان اقراج راح شاطر لازم ابقى راجل وعجوز او كبير في السن او ليه هبة زي ما بنشوف كده لا ده هناك سيدات وطبيبات نصرية بيمتلكنا الكثير من المهارات الجراحية وتعالى عليهم جراحين شاطرين ضفتي وضفتكم الدكتورة صارى زيتون استشاري جراحات وعورام السادي نورتينا وشرفتينا وبجدنا مبسوط بتلبية الدعوة انا كان مبسوطة جدا اعايز اتكلم موضوع الشائك يعني دلوقتي البزل مجود كبير جدا في موضوع الكشف المبكر على سلطان السادي وشوفنا الحملة اللي اطلقها الرئيس السيسي السنة اللي فاتت وكانت حملة عظيمة جدا اكتشفت فعلا الناس كانوا يعني قاعدين نيمين على رفدانهم وعندهم مشاكل دي حقيقة وبغم من ذلك انا لسه شايف تخبط في الموضوع شايف النقضين يعني ناس عندها الهسهس من اقل حاجة وناس تانية عندها مصايب ومقبرت مرها ونهي دي حقيقة هي قصة الكشف المبكر يعني ايه كشف المبكر ومميزاته وزيب ينقذ او يقدر ينقذ مريضة من مشكلة كبيرة كده في الأرض هي اهمية الكشف المبكر او اهمية سلطان السادي اصلا تكمن في ان السلطان السادي هو تاني سبب للوفاة في السيدات عالميا هو تاني سبب هو نمر واحد في السلطانات فهو حاجة مهمة جدا فلازم يتعامل معاه على قد اهميته او على قد نسبة حدوثه في المجتمع ومن هنا بدأت بقى النقاشات او الابحاث ان احنا ازاي نتعامل معاه وجدنا ان كل ما بنكتشفه في مرحلة بدري بنقدر نوصل لنسب شفاء بتتخطط 98% يعني هي حجر الاساس معاه الكشف المبكر عمرنا ما نقدر نمنع ان حاجة تحصل لكن كل ما تعاملنا معاه بدري كل ما فعلا فرص الشفاء ممكن توصل لمية في المية في بعض الحالات اللي هي في المراحل مقابل التحول طب ازاي انا يعني ازاي كاسيدة بسيطة في البيت تقدر تكتشف ان في مشكلة هنتكلم عن رقم معين سن الاربعين سن الاربعين قبلي وبعدي قبلي انا اقدر اعمل نفسي فحص ذاتي اتابع نفسي واعمل الكشف الدوري بعد كل دورة شهرية عشان اشوف لو في اي مشكلة او اي كتلة او اي عرض غريب طرق عالسدي مؤخر لكن فوق سن الاربعين بغض النظر عندي اي حاجة او لأ لازم اعمل بصفة دورية مامو جرام سنويا وهو ده المعادل صح بتاع مفيش حاجة اسمع لتكرار الاشعة ده حاجة غلط بالعكس هو المامو جرام لازم اعمله كل سنة فوق سن الاربعين حتى لو انا سليمة تماما ومش حاسة باي عرض من اي نوع اه هي ده المشكلة ان ده مشكلتنا فعلا في المجتمع يعني احنا بنسمع لبعضينا كده طب بنسمع للطبيع ومش مدر لا انت هتلاقي بقى اللي هو ايه لا ده الاشعة قطرها غلط ده انا عملته هو اللي جاب لي الورب بالضبط بالضبط انا بتفاجأ انا يعني القلطراسوند بتاعنا السونار العادي اللي هما فيش فيه اي هذر ده هو مش اشعة اصلا اه بتفاجأ فيه ناس بتدخل علي اللي هما هو مشكلتهم غلط صح وازاي هنعمله ولو المريضة حامل تقول لي ده غلط عالبيبي السونار دي مشكلة المكتمنة حقا انا ساعتا بقى كاتب في الرشدة وترجعلي من بره يعني باشلسة نزلت حتى الصيدلية بترجعلي طبعا ومش العلاج ده غلط عالبيبي هو من اللي قال لك ناس اللي عاديين بره صح ناس اللي عاديين يعني عينين اللي عاديين بره مصادر المعلومات عندنا بقت متعددة ومش كلها صح للاسا هاي الصراحة اطلع يعني زي عادل امام كده في الفيلم بتاع التجربة الدلماركية ما دخل كده مالك الشابين لهم بربه وخلفان هلهم قال للوزير يا أباعد هلهم لانا بكتور يعني انتوا عاديين هتخشولي لسه وعاديين بتصدروا معلومات خطيئة دي حقيقة لبعض كده صح يعني هي هي دي بنستقل معلومات مش من المصادر اللي المفروض ناخدها منها وبنطبقها ودي علينا بالرجتة انا مخدش الدواء اصل تقلي عليه كذا طب انتي نفستي الغلط ومنفستيش كلامي بالزبط للأسف احنا في مصر صعب شوي بالزبط ربنا عافية احنا بنحاول برضو مع مع البرنامج ومع البغامج التوعوية ان احنا بنوصل وده حصل فيه طفرة فعلا يعني في مجال صرطان السدي بالذات التوعية على اخر كم سنة زادت جدا 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 يعني بدأت ناس فعلا كتير كتير تتكلم طبعا طبعا اطلقها سيدة رويس والحد للوقت اللي زالت مستمرة فلا اكتشفنا حالات كتير جدا بعيدا عن حالات اللي عندها اعراض لا تم اكتشاف حالات مش عليها اعراض كشف مبكر وتم علاجها لا طبعا الدنيا تغيرت في اخر كم سنة فعلا يعني في قصة اللي هي قصة الماس او الكتلة او كل كيعة السدي طبعا في ناس كتير بتلاحظ الموضوع ده وبتهلع للطبيب انا مش ملوم دول يعني حتى لو عندك هس هس مثلا ساعة وتروحي للمكان الصح يقولك اذا كان الدنيا فيها مشكلة او لا السؤال بقى بوجه اخر هل ممكن ييجي سرطان السدي بصورة تانية غير الماس او الكتلة هو طبعا اهم معرض الكتلة ومش اي كتلة تبقى سرطان سدي بالعكس كل عشر ستات بيجونا يشتكوا ان هم عندهم كتلة ممكن واحدة او اتنين بالاكثر اللي تطلع عندها سرطان سدي لكن هو لازال العرض الاوضح والاكثر لكن يأتي فيه عراض تانية زي اهمها مثلا دم من الحلمة بيبقى دم من ناحية واحدة من غير ما احنا ندوس او نحاول ننزل دم من الحلمة بنلاقيه في الهدوم في اغلب الاوقات ده ممكن يكون عرض او بداية لن وجود حاجة فيما بعد فاول ما لاقيه ما ينفعش اسقط عليه او ادينه مبررات لكن الافرازات عموما مش حاجة مقلقة الافرازات الملونة اللي بتيجي مع الضغط بعد الفطان بالشوية ودايما بتبقى من عن ناحيتين دي مش حاجة مقلقة خالص تمام يعني هو بس اللي يشد انتباهي قصة الافرازات الدموية الدم فيه اعراض تانية انه يحصل تغير خارجي على شكل الجلد الجلد يحصل عليه تقرحات ما بتوجعش او ما بتخفش يحصل نغزة كان حاجة شدد الجلد الجوه او انسحب في الحلمة او التغيير اتجاهها ودا طبعا اغلبه بيبقى على ناحية واحدة مش عن ناحيتين يعني فالسبن مطلوب منها انها تددكت او تعرف ان فيه حاجة مختلفة عشان كده بنقول الفحص الزيدي الشهري مش هدفه شخص نفسي هدفه ان انا اعرف طبيعتي فبالتالي لما يطرق عليها حاجة جديدة اقدر الاحظها على طول واروح للدكتور المتخصص طيب التغيرات الشهرية في السادي فيه ناس كتير ببضو بتهلع وبتفزع من قصة انه هو قبل الدورة انا حسيت حاجة وبعد الدورة اختفت وبعد الدورة دي بيبقى وقت التبويض بيبقى وقت تاني خالص بيحصل فيه برضو احتقان في الهرمونز بتاعتنا وبتلاقي برضو فيه واجع وتقل في السادي زي بالزبط الكام يوم اللي قبل الدورة بالعكس دي حاجة بنسميها Fibroadenosis أو Fibrocystic Disease تكيوسات او احتقان على السادي دي حاجة هرمونية بحتة وعامة يعني 90% من الالام بتاعت الثادي ملهاش علاقة بالسرطان ولا حتى الاورام الحميدة يعني حتى الاورام اللي فيها الحميدة اللي في الثادي ما مش بتسبب ألم يعني دايما شكوة الألم بالذات لو عن نحيتين ومتغيرة مش مقلقة بالنسبة لنا خلص كاورام ثادي كان اللي مسي بالخير الدكتور المطري كان يقول هو عادة مش بيجي بواجع ما هو خبيث يعني هو الفاجد دا اللي بيوجع فبينبهنا ان فيه ألم أو واجع لكن عادة الخبيث دا ما هو خبيث أنا بقول لأغلب المرضى كل ما تشتكيلي من الواجع أكتر كل ما أنا هرتاح أكتر ومش هتخد فيه مؤوسات خطيئة ودي أنا بوجيها أكتر بقى كدكتور نيس يجي لي مثلا سيدة تقول لي أنا دلوقتي عايزة أختار رسيلة اللون لاب مش نافع معي بقض النظر بعني السبب إيه إنه بتنزف عليه مش مبتح له ومش عايزة أتركه وظهر عند عمتي أو خلتي أو بنت خلتي أو مثلا يعني حد من العيلة بعيد أو قريب ماس مثلا في السادي أو كتلة في السادي مثلا من سنة وحللتها لقيتها حميزة وبالتالي يعني واحد برضو لكاترت نسا كتير وصدقوا لها معلومة أنت أدم حد في العيلة من بعيد ظهر له أي حاجة في السادي أنت كده بالنسبة لك كل الوسائل الهرمونية تقفلت وما يبعش تختار منها أي وسيلة صح دي معرومة خط آه طبعا هنا فيه اختلاط بين أسباب سرطان السادي وعوامل الخطورة سرطان السادي ملوش أسباب غير إن يكون عندي الجين وتورسته اللي هو النوع الوراثي لكن غير كده كلها عوامل الخطورة أنا مفيش حاجة اسمها عملت كذا جالي سرطان به لكن فيه حاجات بترفع عندنا الرزق أولا حتة إن أنا يبقى عندي عمل وراسي يعني حد من قرب الدرجة الأولى مامتي خالتي ولاد خالتي عمتي بنات عمتي جدة من الأم أو الأب عندهم كانسر سادي أو ورام سرطاني بالسادي مش ورام حميد أو حاجة أو تلايفات ولا الكلام ده خالص ده اللي ممكن أكون أنا أعتبر كده تاريخ وراسي موجب أو في حد في العيلة ده مش معناه إن أنا هجيلي بالعكس ده نسبته 5% فقط من 5% لتعادة النسبة دي يعني أغلب سرطاني لسادي مش وراسي خالص نيجي بقى للعوامل الخطورة اللي أهمها العوامل الهرمونية دايما نلاقي ناس كتير إن مادام بتخضع هرمونية وعندك تاريخ وراسي هيجيلي الكنسر لا خالص حاجات منع الحمل الهرمونية مش سبب من أسباب السرطان بس هي عامل خطورة إن أنا لو عندي ريسك فاكتور أو أنا سني كبير فوق سن الأربعين ما حبش أزود على نفسي عوامل الخطورة لكن أنا صغيرة في السن وما عنديش حد فعلتي يجال ومشاكل وأنا ما عنديش نفسي مشاكل في السادي فراحتي أستخدم اللي أنا عايزة خالص هل الوسائل اللي فيها هرمونين أو الوسائل المركبة اللي هي الوصف اللي تأهدو 20 يوم نفس خطورة الوسائل اللي هي هرمون واحد اللي هي الحقنة بتاعة التلتشهون هو خلينا متفقين إنه ما فيهنش خطورة بمعنى كلمة خطورة لا هو بس بيزود لي العامل النفسي على الرزق إن أنا كده أكثر عرضة من غيري زي ما بنقول الحمل والرضاعة وقاية لكن مش بيملع بس اللي حملت ورطعت أقل عرضة لنجيلها سرطان سادي من اللي محملتش ومرطعتش بس محدش في الآخر منها يجيله نوان نو يعني محدش يعرف لكن هي مش خطر مع وسائل منع الحمل بس طبعا هي بتأثر في الأوجاع أكتر يعني أنا بالنسبة لي وسائل منع الحمل بتأثر على الأوجاع يعني مثلا الحقنة بتاعة التلت شهور دي أكتر حاجة بتعمل أوجاع في السادي وألام ودايما السيدة اللي بتستخدمها بيبقى شكوتها الرئيسية الألام والاحتقان بتاع السادي يعني نسائل البغيدة لي وعلى أحد بأنهضها للأسف نهاية كمية الهرمونز اللي فيها كتير والكابسولة لكن كأنهم يخلوني يجيلي سرطان سادي لا لكن لو أنا فوق سنة الأربعين أو عندي تاريخه راسي قريب حد قريب من عيل تجالها سرطان سادي ما بفضلش نستخدم وسيلة هرمونية لا يفضل طيب فيه نقطة شدتني هنا برضو وهو كوسة ريسك فاكتور أو يعني من السيدة الأقصى العرضة من التانية من الموضوع ده هي أكل معين اسلوب حياة معين يعني فصيل معين من الناس هي أول حاجة في عامل الخطورة إن إحنا سيدات هو بيجي إن إحنا أكتر من رجال طبعا هي بيجي للرجالة بنسبة واحد لكل 99 لا دا سوال تاري الواحد واقع هل إحنا محميين من القصة لا خالص بيجي للرجالة فعلا بنسبة واحد ل99 هو قليل بس لما بيجي بيبقى أجرسف شوية للأسف بيبقى أكثر عنفا لإنه بيكتشف متأخر لإنه ما فيش حد في باله إنه ممكن يبقى فيه سرطان سادي في الرجال فدي أول عامل خطورة إن إحنا سيدات نيجي حاجة تانية السن فوق سن الأربعين بتزيد النسبة جدا قبل الأربعين تبقى واحد في الألفين تقريبا بعد الأربعين بتبقى واحد في المتين فتخيل بعد الأربعين أبدأي واحد في المتين لواحد في الألفين طبعا النسبة دي بتقعد تزيد لحد ما توصل واحد لكل 8 سيدات عن سن الثمانين طبعا فكل ما اجبرنا في السن كل ما كنا أكثر عرضة حتى ما عندي population أي حاجة تانية مجرد إن إحنا بنجبر اكتر ان احنا يجينا سرطان ساتي تيجي العوامل الهرمونية وتكلمنا عليها اللي هي الحمل والرداء بدون الوجستروني وجهه لفكرة ان احنا كلما كلما تعرضنا على مدار حياتنا كسيدات لاستروجين اكتر كلما كنا اكتر عرضة فلما بيجي الحمل والرضاعة بيوقفوا البريد فعلى مدار حياتي بيبقى تعرضت الاستروجين اقل فبالتالي انا اقل عرضة من غيري لكن هل كده انا مقايا؟ مش مقايا خاص ومش معنى ان انا حامل او بردع ان انا اميون او ان انا عندي مناعة ان اجيدي سرطان ساتي في هذه اللحظة لا يعني فيه ناس عندها ان انا لو حامل او بردع وحسيت بكل كيعة استحادة تبقى كانسر ودي معلومة خطاقة تماما وارد جدا ان احنا جينا كانسر في السادي واحنا حامل او بالردع بالحمل نفسه يزود لو فيه فعلا واحدة بدأت حامل بكانسر لو هو هرمون بوزيتف لو ER وPR اللي هو الاستروجين والبروجستيرون مجب للورم دوت يبقى طبعا هرمونات الحامل هتأثر عليك هتتعقد الموضوع هتخليه اسرع وده اللي بيحصل انها تروح مثلا لدكتوري النسا يقول لها لا ده سيدريك بدأ يحضر لبن يبيد الكالكة من غير ما يعمل فحص او يوجهها لحد صح ونلاقيها بقى على اخر الحامل الموضوع بقى عنيف جدا ونضطر ان ناخد باثز تانية كممكن نعديها للاسف بتحصل او ده خراج او ناس جراحة عامة مش بس النسا ده خراج ويلا نخش نفتحه ويطلع كانسر التهابي مثلا الانفلاماتوري بريست كانسر وده حاجة شنيع ان انا اخش فيه جراحة قبل ما اعمل الكيمو اصلا فللاسف بنلاقي ان فكرة ان انا وانا حامل عمري ما يجيلي كانسر دي خاطئة تماما وبتدخنى في مسارات غلط خالص عامل بقى بقى يعني الوزن مثلا الوزن سيدة بيه في اكل معين الوزن هنتكلم في حتة السمنة كل ما كنا ادخن كل ما كنا عندنا دهون اكتر والغدد والخلايا الدهونية بتطلع استروجين فهنرجع لنفس فكرة التعرض للاستروجين اكتر فكل ما كنا ادخن كل ما نسب الاستروجين اعلى في جسمنا فبالتالي ده اكثر وخلي ما تفقيني السمنة هي حاجة مؤهلة لكل الامراض للأسف يعني حتى في سلطان بطنت الرحم صح السمنة عموما هي اساس لامراض كتيرة جدا فبتخلينا فعلا اكثر عرضة للتادي طبعا التدخين والكحول الفاست فود عموما مش حاجة للكنسر السادي بالذات بس هي بتغير في البعالج بتاع الخلايا بتاعتنا وبتخلينا اكثر عرضة اللي هم عندها جين موجود فعلا الجين دول دول الناس اللي 100% هيجي لهم كانسر في فترة ما من حقاته وعشان كده اتعملت حتة استقصال السادي الوقائي ان انا لو عملت التحليل الجيني وطلع عندي الجين من حق ياطلب ان انا اعمل زي انجلينا جولي لما اكتشفت انا بيتحصل انا وجهت كذا حالة وعمله فعلا وبس طبعا بنروح نعرضهم على نفس نفسيين اكتر ومنهاية ما ترجعش تندم على هذا القرار لانه قرار قوي برضو بالنسبة لأي ست بالنسبة للمماثلين بقى وقصة بقى العملات التجميلية وحق السيليكون والتعجبير والحاجات دي هل ده فعلا برضو عن فعلا فيه مقولات خطيئة ان السيليكون بيجيب كانسر سادي انا برد على دي بقول احنا لما بنعمل استقصال للسادي في العينين اللي عندهم سرطان سادي بنعملهم اي عادة بناء باي بالسيليكون دي مريضة كانسر اصلا بعمل لها اعادة بناء بلسيليكون يبقى ازاي بعمل لها مريضة كانسر بعمل لها حاجة بتعمل كانسر لا طبعا السيليكون عملية بسيطة بنعملها للناس اللي حباها بيتحط تحت نسيج السادي ما بيأثرش على الرضاعة فيما بعد ما فيهوش مشاكل في انه يعرضنا للكانسر خالص يعني وبردو التصغير التصغير السادي ما فيهوش اي مشكلة احنا بنشيل جزء زيادة بزا ما بيخلناش نردع اكتر دي الاصاري الجانبية بتاعته لكن بالنسبة لسرطان عمليات الجراحات التجميلية ما بتأثرش على سرطان السادي انت قلتلي كده في النص عملية عادة بناء انا عايزين بس يعني ايه تلاتين ثانية نعرف يعني ايه بما اني جروحة بقى اه نعرف يعني ايه عادة بناء احنا الاساس في الجراحات السادي سرطان السادي التحفوظي ان احنا نحافظ على السادي حتى لو مش بالطرق التقليدية بالانسجنز التجميلية يعني دلوقتي بقى فيه عشان كده بقى السرطان السادي تخصص اللي هو انكو بلاستيك سرجين الجراح السادي اللي هيقدر يعمل لي تحفوظي بجراحات تجميلية ويحافظ لي على شكل السادي لو مقدرناش نعمل ده بنتطر في بعض الحالات نعمل استقصال كله والاسف الاعمار بقت قليلة عشرينات وثلاثينات فصعب جدا ان احنا نقولها نعمل استقصال كل دي من غير اي بدايل او من غير اي حاجة تهون على السايدة نفسيا الطريق اللي هي دخل عليه فوجد العمليات بتاعت اعادة البناء هي متعددة جدا كل سايدة بيبقى على حدة بنقعد معيها نفحصها شكل جسمها شكل الجلد شكل الورم شكل العضلة لان انواع طبعا اهمهم ان احنا ناخد عضلة من الجسم سواء العضلة بتاعت الضهر او العضلة بتاعت البطن على حسب او ان احنا نحط اجهزة موددة للجلد وبعد كده نحط السيليكون بتوصل لحد ان احنا بنعمل اعادة بناء للحلمة بنعمل عليها تتو عشان نقربها عشان نقربها للناحية التانية جدا بتبقى تقريبا الفروقات بسيطة بتبقى انت ساعدتها تكمل طريقها في حتة الكيمو والاشعاء وانها تعيش حلو او جلمة دي انها فعلا تعيش الموقف اللي هي بتبقى داخلة عليه صعب قوي في حالات بتفرح انها عملت يعني قابلت كذا ست مثلا حجم السادي عندهم كبير جدا 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 عمرها ما في حياتها كانت تتفكر انها تعمل تصغير للسادي لازم نبص للناحية الايجابية محتاجين صراحة حلقات وحلقات مع دكتورة سارة لان فعلا الحديث شيق عن الموضوع والحديث معاه هي خصوصا اكثر تشويقا لان هي فهمة اوي في الموضوع ده وتقريبا اشتغلت كل حاجة وعملت كل حاجة ان شاء الله على وعد مني ومنها باذن الله ان احنا هنتقابل تاني هنا في البرنامج ان الحديث اكثر اكثر عن موضوع ارام السادي او موضوع مشاكل السادي عموما بعد خليها على انطاق اوسع بس خلاص وقتنا خلص للأسف ان شاء الله معاكم الاسبوع الجاي دكتور امين الحلواني البرنامج انت الطبيبة على قناة الصحة وجمال من الساعة 10 نساعة 11 يوم الثلاثة الصبح ولقاء تجدد على وعد نتقابل ان شاء الله على خير شكرا اشتركوا في القناة 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 شكرا